كتاب جسمك يتكلم اسمعه للمؤلف ديب شايبروك ترجمة ألفيراون الكتاب من بدايته بيتلخص في جزئين الجزء الأول إيجاد معنى في وسط الفوضى والجزء الثاني وحدة الفكر والجسد هنسرد الكتاب من المقدمة للخاتمة نتمنى لكم معنا رحلة سماعية جميلة كانت جيني في الخامسة والستين من عمرها لما تعرفنا وكانت قد كسر ثلاث مرات خلال حياتها ودائما في المكان نفسه في المرة الأولى وقعت عن ظهر الحصان وفي المرة الثانية تعرضت لحادث سيارة أما في المرة الثالثة فسقطت على السلة وقد فصلت سنين عديدة بين هذه الحوادث في المرة الأولى كسرت جيني وركها بعد أسبوعين من وفاة خطيبها وكانت في الحادية والعشرين لم تتزوج بعد ذلك وبقيت تعيش مع والديها عندما كانت في الخامسة والأربعين توفيت والدتها وبعد ذلك ببضعة أسابيع تعرضت جيني لحادث سيارة وكسرت وركها مجددا ثم في السابعة والخمسين وبعد وفاة والدها ببضعة أسابيع سقطت على السلالم وكسرت وركها مرة ثالثة كل مرة كسرت فيها وركها كان ذلك بعد وفاة الشخص الذي تعتمد عليه عاطفيا أكثر من غيره بعد كل حادثة وفاة كانت تنقل تبعيتها العاطفية إلى الشخص التالي من خطيبها إلى أمها فأبيها عندما تنبهت جيني التي تستخدم الآن العصى للسير إلى هذا النمط وإلى العلاقة بين الحوادث الثلاثة ووضعها العاطفي صممت على الانفراد بنفسها في مكان منازل مبرر ذلك بقولها لكي أكتشف من أنا بحيث أتمكن من السير بمفردي ولول مرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر